بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلصنا الانتيريور ابضومن الول هنفتحه وننظر ماذا يوجد في الابضومن الكافيتي قبل ما أتكلم على الموجودة في الابضومن الكافيتي لازم أقسم الابضومن لأرياس فأنا هنا في هذا الدياجرام الموضح به حدود الابضومن ده السراسي الكيج وده الكوستال مارجن من فوق من تحت كندية الانجوين وده كانت الحدود بتاعة الابضومن الريجون لسهولة الكلام على الابضومن الارياز أنا هرسم أربعة امجنري لاين اتنين هوريزونتل واثنين فرتكال الابر هوريزونتل لاين ماشي مباشرة تحت الكوستال مارجن فبيسموه سابكوستال بلين البلين التاني هو موصل بالنقطتين كل نقطة هي الانتيريور سوبيريور إيلياك سباين فعلى هذا الأساس سمناه انتر تيوبركولر نسبة لي الانتيريور سوبيريور إيلياك سباين ثم اتنين امجنري فيرتيكال بلين كل واحد فيهم أنا عندي واحد رايد فيرتيكال والتاني ليفت فيرتيكال كل فيرتيكال بلين بادي من فوق من عند الميد كلافيكولر بوينت ونازل تحت الحد الميد انجوينل بوينت على هذا الأساس تم تخصيم الابدومن إلى تسعة ارياز الاريا الأولى تقع مباشرة تحت الريبس فعشان كده بيسموها هايبوكوندريال اريا واحدة على الرايد سايد فتبقى يسموها رايد هايبوكوندريال اريا المنطقة اللي تقع ديب إلى الريبس على الرايد سايد محدودة من أسفل بالصبكولستر البلين والليفت سايد محدودة بالرايد فيرتيكال المنطقة التانية بيسموها إيبيجاستريك اريا تقع بين البتوين ذاتو فيرتيكال بلين ومباشرة فوق الصبكوستل بلين المنطقة التالتة بيسموها هايبوكوندريال اريا تقع على الريفت سايد وفي ذا ليفت فيرتيكال بلين مباشرة فوق الصبكوستل بلين وديب لي الريبس المنطقة الرابعة اسمها Right Lumber Region ديت Right Lumber Region تقع على Right Side of the Right Vertical Plan محدودة فوق بالسابكستل وتحت بالإنتر تيوبركولر بلينز في النص منطقة الأمباليكال إيريا الأمباليكال إيريا حدودها من أعلى بالسابكستل بلين ومن أسفل بالإنتر تيوبركولر بلين أما الصيدز بتاعتها فكان Right Side هو Right Vertical Blain والLift Side هو Left Vertical Blain منطقة السادسة اسمها Left Lumber Region فيتقع على Left Side of the Left Vertical Blain between the Sub-Costal Blain and the Inter-Tubercular Blain المنطقة رقم سابعة بنسميها Right Iliac Region أو يسموها Right Inguinal Region فتقع مباشرة فوق الانجوينة الليجامنت between the Sub-Cost between the Inter-Tubercular Blain والRight Vertical Blain المنطقة اللي فوق السيمفيس بيوبس بيسموها Hypogastric Area فتقع تحت الانتر تيوبركولر بلين between the two vertical planes المنطقة التاسعة والأخيرة هي Left Iliac أو Left Inguinal Region وتقع مباشرة فوق However, they be right in the upper half of the upper half of the поддерж�כ between the Inter-Tubercular and left vertical planes ديت التسعة أرياس اللي يعني بنقسم بيها الابدومنال أرياس لسهولة تحديد البوزيشن بتاع كل organ واستراكشر من الحاجات اللي احنا هنشرحها لاحقا. الا ان انا احب الفة النظر. لان في اتنين امجنري بلينز تانين. البلين الاولاني اسمه ترانس بيلوريك بلين. ده امجنري بلين. ده بيمر على الليفل اوف زفيرست لمبر فرتبرا. عنده حوالي تستعى الستراكشرز ريليتد لهذا البلين. بلين. هيفيدني كتير في عملة السيرجيكال وتحديد السيرفز اناتومي. هناك بلين اخر اسمه سوبرا كريستال بلين. واضح من اسمه انه بلين بيوصل بين زي هايست بوينت اون ايليا كريست على البوز سايدز اوف زي هب بون. هذا السوبرا كريستال بلين مهم جدا في حالات السيرجيكال اناتومي في تحديد الليفل اوف زي لامبر فرتبري. وكمان بيفيدني في عمليات اللوكل اناسيزيا اكروس زي لامبر فرتبري. دي كانت الارياز بتاعة الابدومن. هنفتح دلوقتي الابدومن الول اللي احنا هتكلمنا عليه. وننظر ماذا يوجد بالداخل. بصفة عامة انا عاوز اتكلم على ترتيب الاستراكشرز ترتيب الابدومن الورجنز بداخل الابدومن. في نظرة سريعة هتجد ان الليفر وهو اكبر جلاند في الجسم بيشغل الابر بارت اوف زي ابدومن الكافيتي وشوية البالك الكبير بتاعه يعني يعني متحرك ناحية الرايت سايد. طيب بالنسبة للكولون الكولون اللي هو اللارج انتستان ملاحظ ان هو بيبتدي من عند الليفت انجوينل او لفت لامبر ريجون وماشي طالع على الرايت سايد اوف زي ابدومن ال كافيتي ثم من تحت الليفر هيتجه ناحية الليفت سايد وينزل مرة اخرى يشغل الليفت سايد اوف الابدومن الكافيتي ويرجع يكون بشكل حرف الاس ويرجع يكون او يتواجد على الميدل لاين من الملاحظ من هذا اللوكيشن اوف زي لارج انتستان انها واخدة البريفري اوف زي ابدومن الاريا واخدة اطراف الابدومن ال اي ابدومن الاريا طيب في الباك انا مش قادر اقولي ندية في الهايبو كوندريل الادادية في الباك من ورا هنجد التو كيدنز والليفت كيدني كان راكب عليها من قدام بينها وبين السراسي كيتش كان يوجد الاسبلين بالنسبة للسطومك والسمول انتستان فكانت الاسطومك زي ما احنا شايفين كانت واقدة الابر بارت اوف زي ابدومن الاريا وشوية مزاحة ناحية الليفت سايد وينزل منها بعد كده الارج الاسمول انتستان والسمول انتستان زي ما احنا شايفين كانت اوكيوباي اوكيوبايز زي ميدل او سنترال بارت اوف زي ابدومن ال كافتي وهنا في الاخر فالس هنجد البنكرياس مستقر في الخلف ورا الاسطومك ده كان الارانجمنت اوف الابدومن الارجنز انسايد زي ابدومن ال كافتي طب يعني هل ترى كانت هذه الارجنز موجودة في مكانها هنا في داخل الابدومن ال كافتي بهذا الشكل وبدون تسبيت الحقيقة لا ده كانت متسبتة بواحد من الامبورتانت استركشورز في الجسم هو البريتونية